أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وخاتم النبيين من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا تفسير لسورة المطففين وهي من السور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد جاء في سبب نزول هذه السورة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين فأحسنوا الكيلة بعد ذلك وهذا الحديث خرجه بن ماجة في سننه وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال له رجل يا أبا عبد الرحمن إن أهل المدينة ليوفون الكيل قال وما يمنعهم أن يوفوا الكيل أما سمعت قول الله عز وجل ويل للمطففين حتى بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين هذه السورة تفتتح بهذا الوعيد الشديد على التطفيف اللي هو البخص في المكيال والميزان إما بالازدياد إن اقتضى من الناس وأخذ وإما بالنقصان إن قضاهم ولهذا لما قال الله تبارك وتعالى ويل للمطففين وهذا وعيد قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وقد أهلك الله تعالى أمة من الأمم وهم قوم شعيب بسبب بخصهم للمكيال والميزان والله تبارك وتعالى أمر بالوفاء في الكيل والوزن قال تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويل وقال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقصط لا نكلف نفسا إلا وسعها وقال جل وعز وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا الميزان فقوم شعيب أهلكهم الله دمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان ولهذا قال الله تعالى متوعدا لهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يعني أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في هذا اليوم العظيم يوم يشتد الفزع والكرب فهذا الوعيد في هذه السورة الكريمة يشمل كل من طفف وبخس في المكيال والميزان وفي الأقوال والأفعال وسائل العبادات ولهذا قال سلمان الفارس رضي الله عنه الصلاة مكيال الصلاة مكيال فمن وفّى وفّي له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين ومن التطفيف أن يكون الإنسان ظالما لغيره فإذا حكم على شخص أو جهة أو قوم جار في حكمه وظلم وإذا أراد أن يتكلم الناس عنه طلب منهم أن يقولوا فيه من الأقوال أو الأفعال ما لا يوجد عنده ولا شك هذا من التطفيف ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ما أصعب ذلك اليوم وما أعظمه إن هذه الآية الكريمة افتتاحية هذه السورة العظيمة لتؤكد أن الإنسان يجب عليه أن يكون ذا عدل في أقواله وأفعاله مع خدمه ومع موظفيه ومع جيرانه ومع أقاربه فإن الله تعالى أمر بالعدل أمر بالقيام بالقسط أمر بالإنصاف وقوله تعالى أنهم مبعوثون ليوم العظيم هنا نكر يوم ووصفه بأنه عظيم ولا يستطيع أحد أن يدرك عظمة هذا اليوم إلا العظيم جل وعلا ما هو هذا اليوم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين يقوم الناس من قبورهم ويقفون بين يدي الله تبارك وتعالى حفاتا غير منتعلين وعراتا غير لابسين غرلا غير مختونين تدنوا منهم الشمس ويلجمهم العرق في هذا اليوم العظيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يوم إذا شأنه يغنيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية يوم يقوم الناس لرب العالمين يقول حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه كما جاء في صحيح البخاري وقال عليه الصلاة والسلام كما في المسند يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة حتى إن العرق لا يلجم الرجال إلى أنصاف أذانهم وفي الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدن الشمس من العباد حتى تكون بمقدار ميل فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق والجامن وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العرق يوم القيامة لا يذهب في الأرض سبعين ذراعا وإنه لا يبلغ إلى أفواه الناس أو إلى أذانهم في هذا اليوم لا يحكم إلا بالعدل ونضع الموازين القصطة ليوم القيامة فلا تظلم نفسه شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وقوله تعالى هنا كلا في هذا الموضع وفي الموضعين الذين بعده هذه للردع والزجر والوعيد والتهديد كلا إن كتاب الفجار كتاب أي مكتوب الفجار والفجار هم الكفرة الفجرة الذين يكذبون بيوم الدين يكذبون بالبعث لفي سجين وسجين ما أخوذ من السجن وهو الحبس والتضييق يعني إن مصير هؤلاء القوم الأشقية ومأواهم في مكان ضيق مظلم موحش في أسفل النار في أسفل سافلين في أسفل الأرض السفلة كما قال تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك ثبورا وقال تعالى ثم رددناه أسفل سافلين وقال عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وفي حديث البراء بن عازب في قبض روح الكافر أن الله تعالى يقول أكتبوا كتابه في سجين ثم قال تعالى وما أدراكما سجين تعظيم وتفخيم لأمره أي وما أعلمكما سجين إنه سفول له شدة وضيق له عظمة إنه سجن مقيم وعذاب أليم كتاب مرقوم ليس هذا تفسيرا لسجين لا إنما هذا توكيد لقوله كلا إن كتاب الفجاري لفي سجين يعني توكيد لما كتب لهم من المصير إلى سجين وأن هذا أمر مكتوب أنهم في هذا المكان الضيق المظلم الموحش وأن هذا مكتوب مختوم مفروغ منه لا يغير ولا يبدل وهذه من الكتابة والقضاء الكوني ثم قال تعالى ويل يومئذ للمكذبين ويل كلمة زجر وتهديد ووعيد وهلاك للمكذبين ما أشد عذابهم ما أشد عذابهم جاء في الحديث ويل للذي يكذب للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له ويل له كما في سنن أبي داود والترمذي ومسند أحمد هو حديث صحيح الذين يكذبون بيوم الدين تفسير وتوضيح وبيان لهؤلاء المكذبين أنهم الذين يكذبون بيوم القيامة يوم يدان الناس فيه بأعمالهم مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب وما يكذب به لا ما يكذب بهذا اليوم العظيم وهو يوم القيامة ما يكذب به إلا كل معتد أثيم ما يكذب بيوم القيامة ويصدف عن الإمام به إلا كل متجاوز الحق إلى الباطل في أقواله وأفعاله أثيم في قوله كثير الذنوب معتد في أفعاله وأثيما في أقواله معتد في أفعاله أثيما في أقواله متجاوز للحد إذا تتلى عليه آياتنا من صفات هذا الصنف من الناس الشقي أنه إذا سمع آيات الله تتلى عليه وصفها بأنها أساطير الأولين أي خرافات الأولين وحكاياتهم التي تذكر لأتسلية وليس لها حقيقة والعياذ بالله كما قال تعالى عن الكفار أنهم قالوا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وقال تعالى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين فهذا هو تقييمهم للقرآن الكريم وهذا هو اعتقادهم وبئس الاعتقاد ولهذا قال الله جل وعلا عن هذا الصنف من الناس الذين لم يصل الإيمان إلى قلوبهم قال الله كلا كلا يعني ليس الأمر كما زعموا أنه لا بعث ولا حساب ولا كما ادعوا أن هذا القرآن خرافات وأساطير وأكاذيب تذكر للتسلي ليس الأمر كذلك لأن البعث حق وهذا القرآن صدق وكلام رب العالمين لا شك ولهذا قال الله كلا بل وبل للإضراب نعم للإضراب الانتقالي للإضراب الانتقالي كلا بل ران على قلوبهم يعني غلب على قلوبهم وغشيها وغطاها وأعماها عن الحق ما كانوا يكسبون كلا بل ران من الرين وهو الحجاب الكثيف المظلم من الشبهات والشهوات والشكوك والكفر هذا غط على قلوبهم ما كانوا يكسبون غلب عليها ما كانوا يكسبون ما إما مصدرية أو موصولة يعني كسبهم أو الذي كانوا يكسبونه من الذنوب وهذا يبين إن الجزاء من جنس العمل لأنهم لما صدفوا عن الحق وأعرضوا عوقبوا كما قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال ونقلبوا أفئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وقال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يدلقهم الفاسقين وقال عز وجل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كما في سنن الترمذي بسند صحيح وهنا ينبغي أن نذكر أنفسنا وإخواننا خطر الغفل عن الاستغفار والتوبة والأسرار على الذنب فإن الله فإن الله تبارك وتعالى قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا بينه الذنب على الذنب حتى والعياذ بالله يعمى القلب ويطمس يطمس عليه ولهذا المؤمن إذا أذنب ذنبا يبادر إلى التوبة والاستغفار يكثر الاستغفار سريع الرجوع إلى ربه تبارك وتعالى لا يصر كما قال تعالى ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون ثم قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي هؤلاء الكفرة يوم القيامة الذين ينزلون سجين هؤلاء محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى قال الإمام الشافعي هذه الآية فيها دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ استدل بمفهوم هذه الآية كما دل عليه منطوق الآية الأخرى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقد تواترت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة وهذا هو أعظم النعيم وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأسألك لذة النظري إلى وجهك والشوق إلى لقائك فهؤلاء فهؤلاء الكفار حجبوا ومنعوا بما كسبت أيديهم من هذا النعيم عقوبة لهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لم يحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم بعد هذا يقاسون حرارة النار والعياذ بالله النار الحامية النار المحرقة بسبب ما كسبته أيديهم ولهذا قال ثم إنهم يعني بعد هذا ثم إنهم لصالوا الجحيم أي لداخلون إلى النار مغمورون فيها مقاسون لحرها ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون يقال لهم تبكيتا وتوبيخا وتقريعا وتحقيرا لهم هذا حرمانكم من رؤية رب العالمين جل جلاله وإصلاءكم الجحيم والنار بسبب ما كنتم تكذبون به في الدنيا بسبب أنكم تقولون لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا عقاب وهذا من العذاب المعنوي على قلوبهم ثم انتقلت الآية الكريمة إلى ذكر نعيم أهل الجنة إلى نعيم الأبرار المؤمنون الذين اتبعوا أوامر الله تبارك وتعالى واجتنبوا نواهيه فقال الله كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا إن كتاب الأبرار يعني حقا إن مكتوب الأبرار جمع بر وهم المؤمنون والصادقون المتبعون لأوامر الله ورسوله الذين يطعمون الطعام ويفشون السلام ويصلون بالليل والناس نيام قال الله قال الله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا وهنا قال إن الأبرار لفي عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين لفي عليين مأخوذ من العلو والارتفاع أي إن مصيرهم ومآلهم في مكان عالم مرتفع وهو أعلى الجنة في السماء السابعة ثم فخم الله وعظم هذا المكان فقال وما أدراك ما عليون ما أعلمك ما عليون من منزل رفيع ومكان وسيع وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم هذا توكيد لقوله تعالى إن كتاب الأبرار لفي عليين يعني توكيد لما كتب لهم من المصير إلى عليين كتاب مرقوم مرقوم يعني مكتوب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم يعني الكتاب مرقوم مكتوب لا يتغير ولا يتبدل لا يزاد فيه ولا ينقص منه يشهده المقربون يحضره المقربون عند الله عز وجل من الملائكة والنبيين والصديقين والشهد والصالحين تنويهاً بهذا الكتاب وتعظيماً لشأنه وإشادةً بذكره والمقربون الذين تقربوا إلى الله عز وجل بالإيمان الصادق والأعمال الصالحة فقربهم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يعني يطلبوا إليه القربة والزلفة عنده ثم أخبر تعالى عن نعيم عن ما كتب لهم في أعلى الجنة فقال إن الأبرار لفي نعيم لفي نعيم والنعيم كل ما تتنعم وتسر به القلوب وكل ما تلتذ وترتاح له النفوس من المآكل والمشارب والمساكن وغيرها وهنا لفتة جميلة لإمام ابن القيم رحمه الله يقول لا تظنن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم أنه فقط في الآخر علىها إن الأبرار لا في نعيم يعني في الدنيا ونعيم في البرزخ ونعيم في الآخرة في الجنة وصدق رحمه الله فإن أهل الإيمان هم أسعد الناس أسعد الناس سعالة حقيقية كما قال أحد الصالحين لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة العبادة لجاء لدون عليه بالسيوف وقال آخر ما ساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب شيء فيها قيل وما هو أطيب شيء فيها قال الأنس بالله ومحبته وذكره سبحانه وتعالى إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون جمع أريك ويسر المزينة المزخرفة الرفيعة المجملة التي عليها الفرش الناعمة على الأرائك ينظرون ينظرون إلى ما أعطاهم الله تعالى من النعيم والكرامة فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أدنى أهل الجنة منزله لمن ينظر في ملكه ألف سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله في اليوم مرتين كما في مسند الإمام أحمد سنة الترمذي ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وإذا رأيت ثم أي هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم إذا نظرت إليها نظارة النعيم وحسنه وبهاءه وبريقه فوجوههم مشرقة كما قال تعالى وجوههم يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة يسقون من رحيق مختوم والرحيق هو الخمر خمر صافية طيبة خمر صافية طيبة من رحيق من رحيق مختوم يعني من خمر صافية طيبة مختوم ختم ومنع من أن يمسه أحد إلى أن يفك ختمه الأبرار مختوم ما أحد يمسه قال مجاهد مختوم يعني مطيّن مختوم لا يدخل عليه شيء يفسده أو ينقص من لذته وأيضا منع أن يمسه أحد بيده إلى أن يقوم الأبرار بفك ختمه جاء في حديث الرواه الإمام أحمد أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة على ضمى سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هذا هو الميدان هذه الحياة الدنيا هي ميدان للتنافس والتسابق كما قال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون ومزاجه من تسنيم يعني ما يمزج به ويخلط به هذا الرحيق الذي يسقى منه الأبرار من تسنيم من شراب ينصب عليهم من علو في غرفهم ومنازلهم وأصل كلمة السنام من العلو يقال للشيء المرتفع سنام ومنه سنام البعير لأنه مرتفع فقال الله هنا ومزاجه من تسنيم مزاجه ما يمزج به من تسنيم من شراب عين تسمى التسنيم تنبع من الفردوس الأعلى من الجنة ولهذا جاء في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون يشربون منها ويرتوون ولهذا قال عينا يشرب بها المقربون ما قال منها وهذا أبلغ من منها هذا يسمى عند العلماء بالتضمين فقال عينا يشرب بها لأن الإنسان قد يشرب من الشيء ولا يرتوي لكن إذا قال عينا يشرب بها لضمان أنهم يشربون ويرتوون يعني ضما يشرب معنى يروى فعداه بالباعين يشرب بها المقربون والمقربون عند الله عز وجل هم السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون وهم السابقون إلى الخيرات فمنهم سابق بالخيرات بإذن الله ومنهم سابق وثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إذن هذه العين المسمى التسنيم التي نبعها وشرابها أفضل وأعلى شراب لأهل الجنة هذه يشرب منها عباد الله المقربون بلا خلق ويرتوون منها أتمري بينما تمزج مزجل الأبرار وهم أصحاب اليمين وهم أصحاب اليمين تمزج بالرحيق كما قال تعالى يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم وقال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يعني عين الكافور يشرب منها المقربون خالصة صرفا بلا مزج ويرتوون والجزاء من جنس العمل وهنا يتضح عظيم ما أعد الله تعالى لأوليائه المؤمنين في الجنة وأن الله تعالى أعد لهم من النعيم والكرامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مشمر إلى الجنة هل من مسابق إلى هذه المنازل العالية في الجنة إن هذه الحياة الدنيا هي ميدان السباق هي ميدان العمل الصالح حين يقال لأولياء الله كلوا واشربوا هنيئا بما أسفتم في الأيام الخالية هنا بعدما ذكر الله عز وجل ما آل الفجار وما أعد لهم من العذاب وذكر ما آل الأبرار وما لهم من النعيم وألوان النعيم اتجه الخطاب هنا إلى هؤلاء المجرمين الضلال الذين كانوا يسخرون من أهل الإيمان وكانوا يستهزئون بهم كما هي عادة الكفرة والفجرة والمنافقين في كل زمان ومكان أنهم في هذه الدنيا يضحكون من المؤمنين ويستهزئون بهم ويحتقرونهم ويسخرون منهم وإذا مروا يتغامزون عليهم يحتقرونهم هنا قال الله تبارك وتعالى إن الذين أجرموا إن الذين أجرموا أي ارتكبوا الجرائم والموبقات وأعظم هذه الجرائم والموبقات هي الشرك بالله عز وجل وتكذيب الرسول والزعم بأن القرآن أساطير وإنكار البعث إن الذين أجرموا كانوا أي في الدنيا من الذين آمنوا يضحكون أي يضحكون من المؤمنين ويستهزئون بهم ويسخرون منهم بسبب إيمانهم وتصديقهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وإذا مروا بهم يتغامزون يحتقرونهم إذا مروا بهم يتغامزون يحتقرونهم وإذا انقلب هؤلاء الكفرة إلى أهليهم إذا رجعوا رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم انقلبوا فكهين انقلبوا فكهين يعني أنهم جعلوا هؤلاء المؤمنين ميدانا للتفكه يتفكهون يتلذذون بتنقصهم للمؤمنين وباحتقارهم للمؤمنين وباستهزائهم للمؤمنين وبسخريتهم من المؤمنين ولهذا يقال الغيبة فاكهة المجالس وأيضا متفكهين بنعم الله عليهم التي لا تحصى لكونهم لم يشكروها بل كفروها واشتغ أشغلوا أنفسهم بالاستهزاب المؤمنين وباحتقارهم فجمعوا إذا بين الكفر بنعم الله وبين أذية عباد الله وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون إذا رأى هؤلاء المجرمون أهل الإيمان قالوا إن هؤلاء القوم لتائهون عن الحق والصواب وليسوا على هدى وهذا هو دأب المنافقين والمكذبين والمجرمين في كل مكان وزمان كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا سأحر أو مجنون يقال للرسل ولأتباع الرسل إلى يوم القيامة ثم قال تعالى مؤنبا لهؤلاء الكفرة هؤلاء المجرمين المستهزئين قال وما أرسل عليهم حافظين أي وما بعث هؤلاء المجرمون على المؤمنين حافظين يرقبونهم ويحفظون أعمالهم ويحصونها ويحكمون عليهم فلما اشتغلوا بهم وأهملوا أنفسهم لكن هذا من الخذلان أن يشتغل الإنسان بالآخرين عن نفسه يشتغل بالناس بالقدح بهم وسبهم والسخرية منهم وتنقصهم ويغفل عن العمل الصالح يغفل عن أن يقدم لنفسه خيرا هذا من الخذلان والعياذ بالله وما أرسل عليهم حافظين ما بعثوا على المؤمنين يرقبونهم ويحصون أعمالهم ويحكمون عليهم لكنهم أشغلوا أنفسهم بأمور تعود عليهم بالضرر قال الله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ولهذا قال ها هنا فاليوم فاليوم قال له يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون يعني في مقابلة ما ضحك بهم أولئك فإنهم يسخرون منهم على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون جمعوا أريكة كما سبق وهي الأسرة المجملة والمزينة بالفرش الناعمة فرش الحرير وغيرها ينظرون إلى ما أعده الله تعالى لهم من النعيم وينظرون إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى ينظرون إلى الله تبارك وتعالى فتبين أنهم على حق وأنهم ليسوا كما زعم أولئك القوم بل إنهم على حق في إيمانهم بالله ورسوله وفي تصديقهم بالبعث وفي أعمالهم الصالحة أنهم على حق على الأرائك ينظرون ثم قال تبارك وتعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وهل هنا استفهام تقريري أي هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلون وما موصوله أو مصدرية أي الذي كانوا يفعلون أو فعلهم هل جوزوا نعم جوزوا جوزي الكفار على فعلهم بالجزاء الذي يستحقونهم من الحكم العدل سبحانه وتعالى الذي لا يضيع عنده عمل عامل نعم جوزي الكفار هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نعم فإنه مقابل ضحكهم من المؤمنين في الدنيا صار المؤمنون في الآخرة في الجنة هم الذين يضحقون منهم والجزاء من جنس العمل وما ربك بظلام للعبيد فختام هذه الصورة ينبه إلى بيان شدة عداوة هؤلاء الكفرة وأنهم يؤذون المؤمنين والمؤمنات بشتى أنواع الأذى حتى الأذى النفسي والضغط على المؤمنين بالتنقص والازدراء يفعلون هذا ويتفكهون بأعراض المؤمنين وينعمون يأكلون نعم الله ويسخرون من عباد الله وفي هذا وفي هذا بيان التحذير من السخرية والاستهزة بالمؤمنين وقد نص الله تبارك وتعالى ناهياً عن هذا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فإذا كان إذا علمنا هذا اتضح لنا أن السخرية من أفعال الكفار وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وفي ختام هذه السورة إشارة إلى أن الإنسان ينبغى أن يحذر عن ما لا يعنيه وأن يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره فإنه خذلان من الله أن ينشغل الإنسان بعيوب الآخرين وينسى نفسه من العمل الصالح وينسى نفسه من تفقدها وإصلاحها فإن الله يقول وما أرسل عليهم حافظين وفي ختام السورة أيضاً بيان أنه كما يدين المرء يدان كما يدين المرء يدان والجزاء من جنس العمل فإن الكفار جوزوا بفعلهم كما قال تعالى فاتخذتمهم سخرياً حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون فإذن فاتحة سورة المطففين وخاتمة السورة كلها تنصب على التحذير من التطفيف وهؤلاء الكفار الذين يسخرون بالمؤمنين هم من المطففين هم من المطففين الذين ينتقصون الآخرين ويطلبون لأنفسهم أن يصفهم الناس بالكمال وهم يصفون الناس بالنقص وهذا من ظلمهم وفساد اعتقادهم وفساد تصوراتهم فنلاحظ أن السورة كأنها ميزان يجب على الإنسان أن ينتبه لنفسه وأن لا يظلم غيره لا بقول ولا فعل ولا بمكيال ولا بميزان وهنا يتحقق له أنه سلم من عذاب الله تعالى في الآخرة نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أعوذ بالله من الشيطان الرجل أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك